تنفس او تحس ما شابه ذلك فهنا المشكلة ان احنا بنقول دايما عايزين نعلم الولاد ازاي تاخذ القرار ازاي ندير الحوار داخل الاسرة كلام بيتقال على مستوى النظر انما الممرسة مزعجة معنا هدى طيب ونرجح لنجلق تاني السلام عليكم ورحمة الله بركاته اخت هدى عليكم السلام ورحمة الله بركاته كلم من مين من سبين الكوم اهلا وسهلا بالمنوفية اهلا بخاطر اتفضغي لو سمعت حضرتك انا بنتي للسه داخل اكي جوان وكده اول يوم رحت المدرسة كانت مبسوطة مع صحابها وفرحانة يعني وحتى كانوا بيوزوا الاولاد ازاي هي شجاعة وكده وبعد كده الاولاد كلها قطلت عياب دلوقتي وهي متمسكة قال لازم كل يوم اروح اقعد معاها في الكلاس وكده طبعا مسدداني مشكلة وهي بقت تعايد جامد وتبقى منهارة يعني وكده الخوف ده شيء طبيعي اما يبقى خوف مرضي ده شيء مزعج التعلق بالامة او الاب اكتر من اللازم امر ايضا مزعج بمعنى انه اما الابن ما يعرفش يستقل في الكم ساعة اللي بيقضيها في الرضا وقد يكون الطفل محق في ده لانه لا يجد من ممارسات الحب داخل الاسرة ما يدفعه انه يعني يتمسك بالمكان واضح انها متعلقة اوي بامها اوي اكتر من اللازم تعلق لا يسمح انها تغادر المكان الامر الاخر انها في سن حضانة في سن يفترض ان الام هي بجوار الطفل انما دخلت خلاص الرابط على الكيجي فموديها مع الجماعة الاقرار هي بتقول انها عايزاها معاها طول كل الايام مش عايزاها تسيبها دي رسالة المين رسالة ليه المربية بقى نفسها اللي هي المدرسة بتاع الرضا انها ربما ربما تكون لا تمارس الدور البديل في اسناء غياب الام او مفيش الجو اللي داخل الرضا اللي يسمح ان الطفل يأنس يلعب يستشعر الانس بالمكان بيلاقي جوه زي ما قلت جوه دراسي كل عيل اللي هو حاله فطبعا في الحالة دي الطفلة هنا حس بالفراغ ان الانسان اللي معلقة بياه هتسيبها وتمشي فلازم تعود معاه زي سياسة الكتاب زمان الاب يودي ابنه الابن عايز ابوه في ايده لحد ما يمشي لانه شايف العصايا وشايف ما يمارس فانا معرفش ما يمارس بالرضا اللي بيتم هل هو فعلا في اطار الترباوي الصح وكذا اذا كان بقيت العيال كلهم منسجمين والاشكالية عند هذه الطفلة هي تشوف علاقتها بيها ومدى تجليلها ليها هل زايد اوي ومفرد فخلي الطفلة متمسكة بيها اوي ولا هو في حدود المعقول فنبدأ هنا نسأل سؤال اخر مهم ازاي ابدأ بشكل تدريجي اه اعد معها ربع يوم وبعدين اسبها وبعدين المرة اللي بعدها اخف وبعدين اليوم التالت حالة لو كان العلاقة زي اه طبعا لانه ده 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 تصرف طبيعي لاي طفل بيبقى متعلق اوي بشخص اه وكده انا كان جاي لتصال من يعني ابزعني واحزاني للجميع في الكنترول اه بنت خمس سنوات اه فقدت ابوها وراها اخوتها فعمل في حالة انطواء وحزن شديد جدا فامها بتقول كيف اخرجها من حالة الحزن اللي هي فيها شوف زي هين بقول لحضرتك الفترة دي فترة حارجة جدا ينفعل فيها وجدان الطفل الى اعلى درجات وفي نفس اللحظة دي يفقد اهم واحد في حياته الاب فيعمل ايه طبعا نعمة النسيان نعمة من عمد ربين صحوه وتعالى عظيمة جدا انه اكيد هينسى بس هو الحد ما الطفل ده ينسى ايه دور الام اللي المفروض تعمله فكنا بنجاوب يعني على هذا الامر هنا نفس الاشكالية مع فارق طبعا ربنا يحفظهم جميعا انه هنا الخوف الواتفر حان اوي 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 بالروضة وفجأة مش عايز يروح لانه المشكلة فيما يمارس في الروضة بنمارس ايه وبنؤدي ايه وهل انا كوليه امر بقى اتابع واروح واجي واخد له الالعاب واخد له الحلويات واروح الدهال هو قاعد اوديها للمدرس ينوب عني في انه يعطيها له ما هو دور المعلمة في الروضة او كده هو ليس دور الملقن وكده وانما هو دور المربي ازاي انها تبقى تعوض غياب الام ولن يعوض الغياب الام والاب على فكرة اي احد اطلاقا داخل هذا المكان في حال ابتعاد الاب وانعزاله وخصامه للمؤسسة اللي حط ابنه فيها وبالتالي احنا بنقول دايما اذا كان عملها مهم وضروري فلازم تراعي وتشوف ما يمارس داخل الروضة اذا كان مش مهم فالاولى تاخد بنتها عندها وانا اذكر واحدة مرة اتصلت بتقول لي انه انا ابن عايزاه يحفظ القرآن فانا وديته للجامع عشان يحفظ فمش عايزي روح فانا بضرابه كل يوم اشتركوا في القناة وبرقا شامع روح